رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي الافريقي للأعمال التي تنظمه غرفة التجارة وصناعة دبي في فندق أتلانتس بنخلة جميرة للمرة الثانية وعلى مدى يومين وحضر الجلسة الافتتاحية إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وفخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إسيوبيا وفخامة الرئيس جون دراماني رئيس جمهورية غانا وفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا ومعالي محمد بون عبدالله رئيس وزراء السنغال ومعالي الدكتور محمد غريب بلال نائب رئيس جمهورية تنزانيا ومعالي داني فور نائب رئيس جمهورية سيشل صاحب سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استمع خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان أفريقيا الصاعدة قيادة القارة نحو التغيير استمع سموه إلى الحوار المفتوح الذي شارك فيه رؤساء كل من جمهورية غانا وجمهورية رواندا وجمهورية إثيوبيا والذي تطرق فيه المتحدثون الثلاثة إلى التحديات التي تواجه دول إفريقيا عموما ودولهم على وجه الخصوص بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول القارة الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية وتحقيق التنمية المستدامة التي تواجه صعوبات جمة أهمها تغير المناخ والنمو السكاني السريع إلى جانب عناصر الأمن والاستقرار والقوانين التي تحمي المستثمرين ورؤوس الأموال وقد أجمع المتحدثون على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب ترسيخ ثقافة الديمقراطية في بلدانهم من أجل تشجيع رؤوس الأموال على القدوم إلى هذه الدول التي تعاني في بعض الأحيان من الجفاف وعدم الاستقرار وأقلة الموارد المائية التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المنشودة في التغيير والازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب الإفريقي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم استمع على مدى أكثر من ساعة للحوار الذي أدارته مضيعة قناة CNN الإخبارية العالمية بانكي أندرسون وأصافح سموه الرؤساء الثلاثة الذين شاركوا في الحوار وأغنوا الجلسة بالمعلومات والشروح المتعلقة بالإمكانات المتاحة في بلدانهم لبناء شراكات قوية وناجحة واستشهدوا باقتصاد دولة الإمارات وخطواتها الجبارة نحو تحقيق التنمية المستدامة لشعبها منوهين بقصة نجاح دبي على غير صعيد خاصة لجهة البنية التحتية والمشاريع العملاقة التي تنفذها في كثير من القطاعات السياحية والعقارية والتعليمية والصحية وغيرها وأعرب سموه عن ارتياحه باختيار زعماء الدول المشاركة في المنتدى مدينة دبي كي تكون مركزا لهذا اللقاء العالمي الإفريقي الذي يضم زعماء دول ورؤساء حكومات ووزراء ومختصين ورجال مال وأعمال من أكثر من ستين دولة إلى جانب دولة الإمارات وعلى هامش المنتدى التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التقى زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية المشاركة في المنتدى وأشار سموه إلى أن مثل هذه اللقاءات والمتديات تتيح الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول وتخلق فرصا جديدة للاستثمار وإقامة شراكات استثمارية واقتصادية قوية ومجدية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ورحب سموه بأي تعاون بين دولة الإمارات ودول القارة السمراء مؤكدا من جديد أن دولتنا تضع جل خبراتها وتجربتها الناجحة في التنمية والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا تضعها في خدمة الأشقاء والأصدقاء من الدول والشعوب التي تتطلع إلى الازدهار الاقتصادي وإسعاد شعوبها حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السموه حاكم دبي وسعادة عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ وجمارك في دبي والمنطقة الحرة بجبل علي وسعادة خريفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي